دائما ما كتكون مباراة الافتتاح مباراة مهمة بالنسبة لجميع المشاركين ونحن نتوقع مباراة قوية بالنسبة لنا ومهمة جدا جدا نتمنى من خلالها أننا نكونوا مركزين بالشكل المطلوب ونكونوا مدافعين بالشكل المطلوب على أساس أننا نستفيدهم ثلاث نقاط اللي من خلالها تخلينا أننا نناقش تتمت المقابلات بأريحية وابتقاء عالية طبعا المقابلة لن تكون سهلة وابتالي يجب أن نكون مركزين بشكل كبير وحادرين بشكل كبير على أساس أننا نستفيدهم من نقاط المقابلة بالبداية بسم الله أول شيء مشكر دولة قطر على هذا التنظيم العالي إحنا كم منتخب بردين إن شاء الله سعداداتنا جيدة لأمبارات قد أمام منتخب ماليزي عملنا بعض المعسكرات وفق رؤية الجهاز الفني الانتحاد الأردني إحنا مستعدين بردين كانت على أعلى مستوى وإن شاء الله إحنا في كامل الجاهزية التامة النفسية المعنوية البدنية التكتكية كل ما ننتظروا الآن هو انتلاق صافرة البداية بإذن الله إن شاء الله راح نكون عند حسن ظن جمهيرنا الأردنية اللي هي حاطة على أكتافنا عاطق كبير وإن شاء الله نفرحها وإن شاء الله راح نكون عند حسن ظنهم ونكون بالموعد بإذن الله شكرا للمشاهدة كل ما يدزم المنتخب من ناحية تشكيله ومن ناحية الأمور الفنية والمشاكل اللي إن شاء الله تعالجت كل الأمور تكون إن شاء الله بالسليم يعني شكرا وطبعا يمكن يعني كانت هناك بعض الإكرهات يعني في برمجة أو الحاجة يعني المباراة الويدية يعني قبل انتلاقها يعني هذا البطولة الأسيوية لكن إحنا حاولنا أننا يعني لحسب الموجود والمتاح أننا نستفيد يعني أكبر استفادة من المباراة الويدية طبعا يمكن في أول مبارتين اللي كانوا أمام منتخب المحلي الأولمبي ومنتخب لبنان حاولنا نشارك بعض لعبين اللي كانوا يقصوهم هذا الوقت ديال التباري اللي ما كانوا يشاركوه يعني بصفة كبيرة مع النوادي ديالهم في آخر المقابلات طبعا آخر مقابلتين حاولنا نركزوا على التشكيل تقريبا يعني الرسمي اللي ممكن غني بدأوا به طبعا المشكل اللي كان هو هو التفوت يعني في التركيز من خلال مقابلة قطر ومقابلة اليابان طبعا كان هناك تراخي في آخر مقابلة بعد ما شفنا يعني فريق ديال أوردوني أمام قطر كان يعني بواحد جدية وبواحد التركيز عالي وبواحد الفعالية لا الدفاعية ولا الهجومية جيد بالأسف أننا في مباراة اليابان أخطأنا نحن اللي أخطأنا أو عطنا فرصة على لنا يعني ندخلوا بعد الشك لكن الحمد لله أنه من خلال آخر خمسة أيام يعني ترجعت الأمور وركزنا بشكل جيد أنا تنظن أنه الفريق الآن جاهز فقط نحن محتاجين أن نركز بالشكل المطلوب وأن ننتبه لبعض الجزئيات اللي كانتمنى أننا من خلال أول مباراة أو الحاجة أننا ننفوز بها وبالتالي نناقش ما تتم من المقابلة بالشكل الجيد سؤال الثالثة في القناة الرئياضية المراحض في آخر المباريات الودية كان هناك مشكلة في الخط الخلفي للمنتقب هل عرجت بالشكل التام؟ وكلمة منك لجمهور المتواجد هنا في دورة قطر صحيح صحيح أنه كان هناك يمكن قلة التركيز كانت بعض الأخطاء يمكن أن نصفها بالجماعية لكن كانت أكثرها فرضية وبالتالي نحن من خلال آخر خمسة أيام قبل انطلاق المباراة لغد فنحن جميع الأمور الفنية التي تخص الطريقة التي يلعبوا بها خصة الواجبات والمدافعين والتنشيط الدفاعي كل بدءاً من لاعبين المهاجمين اللي كانت تمنى دائماً هو أننا نكون أقل أخطاء خاصاً في الثلاث الأخير من مرمى دينا طبعاً الجمهور دينا أول حاجة تنطلب منه أنه يساندنا بشدة لأنه هذا أول حاجة واجب ونحن يكوننا محتاجين توجد الجماهير وأنا أكيد أنه لا الجمهور الأردني ولا الجماهير الجالية العربية ستساند المنتخب الأردني ونحن بالمقابل يجب أن نبدل قصارى جهدنا حتى نفرح الجماهير التي إن شاء الله ستكون حاضرة بقوة أنا كل إيجابيات على أساس أنه إن شاء الله المقابلة اللاعبين سيكون في المستوى المطلوب هل لديهم سؤالات للمساعدة؟ حسناً جميلة في الغراء مساء الخير وفي البداية نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني ونسيان الصفحة الماضية سؤالي الأول للكابتن إحسان حداد بالتأكيد الجماهير الأردنية جزء كان في فترة من التشاؤم بالمرحلة الماضية ولكن حابة تسمع منك الأجواء داخل المنتخب الأجواء بين اللاعبين اليوم قبل الإمباراة الإفتتاحية حتى يكون هناك نقل الصورة الصحيحة للمنتخب الوطني كيف هذه الأجواء؟ سؤالي للكابتن إحسان عموتا ماذا يقول عن المنتخب الماليزي؟ هل هو منتخب منافس في هذه المجموعة؟ إذن أحد الأسئلة للمساعدة ومن بعد المساعدة أولاً دعونا أعطي المساعدة أولاً دعونا أعطي المساعدة حسناً بالبداية أكيد الجماهير الأردنية الجماهير طموحة وإلها الحق دائماً أنه تطلب منه الكثير إحنا ما نعتب عليهم دائماً بالعكس إذا كانوا معتبانين عليهم إحنا ما نقدر هذا الإشي وداماً نسعى أن نكون نحنا بالصف الأول في المنتخبات بالنسبة للمعسكر الأجواء داخل معسكر الأجواء كلها إيجابية الحمد لله بعدتاً جزءاً نحن جزءاً نفترضه كهذا، من في شرنتين كتبراك في جيب أفادنا من تجربنا أجمل لكم أيضًا بشكل تقديمنا ببعضنا على الأفضاد المساعدة لن تجربنا جدا لطفوصنا ون تقديمنا بعضنا واحدة جدا لن تجربنا لن تتوقفهم لا صنع وانتكون where we are united in the pitch and we want to be united in the stadium and they will feel that not only with words but they will see it in action, in our first match against Malaysia question now captain Hossein, your match before Malaysia how to describe the Malaysian team The Belgian team The coach Talked about the Jordanian team And he said there are some Very good players In Jordan And also What are your expectations in this group Do you think you will qualify You will come first or Second in this group Today We cannot classify Any team كل team مجتمع في هذا المنزل ويجب أن يكون جيدا التمميز مجتمع التمميز 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 لانتقال تهجيث التمميز التمميز والمعنى التمميز مجتمع التمميز أنه تحضر مقافظة للشعر بحضل يحصلونه جيد من الفئة ودمن الذين مقافظة مقافظ في الماليسيان يفعلون المساعدة بطريقة اللوشون انه حرار فقد مربح قد حدد المترجم للغاية العربية المترجم للغاية العربية المترجم للغاية العربية المترجم للغاية العربية before Singapore and also before Vietnam. So are you ready for such a possibility so not to overconfident? History, of course, is important. However, we focus on the present. We don't look to the past as much as we look to what's before us now. All the teams are improving, and we are improving too. The Malaysian team have evolved, improved, and we respect all the teams. We, of course, avoid overconfidence. We don't think that we are better than all the teams. We look with respect to every team. Our match before Vietnam, I was present. I played against Vietnam. We have qualified first in the group. We played before Vietnam, or against Vietnam. And as far as I can remember, after they defeated us, they placed against Japan. So that gives an indicator that Vietnam team is a very good team. But again, we need to look to ourselves, not to the other teams. what, how we deliver in the pitch. We will not look to the past. Tomorrow's match could have been, historically speaking, easy before Malaysia. But I remember two wins against Malaysia. I will play there, and we were easy. But however, tomorrow's match will be different. The Malaysian team is a good team, very strong team. And any team made it to the tournament is a team to be respected. And I believe they have six to seven players who are professionals. So tomorrow, our focus will be on what's in hand, not on the past. I said earlier that the effort, tactical, physical, and mental, We need to motivate the players to focus on the match, the mental preparation. Talk in consideration this overconfidence. We want the enthusiasm. We are not to be afraid from the adversary, from the, but we don't underestimate any opponent. We have said that the Malaysian team have improved a lot. And many teams that they used to be normal teams not long ago now, they are, they are changed and they take a different form. They have their own personality, they have a good, they do a good performance. Therefore, we need to pay attention to all of that. We shouldn't, we will, shouldn't start the first match assuming that we are a better team. We are serious. We are very focused. سؤال من أسترو ماليزيا لديك أربعة لاعبين أيها المدرب يلعبون في الدوري الماليزي كيف يمكنك أن تستفيد من حقيقة وجود أربع لاعبين عندك يلعبون في الدوري الماليزي Yes, those players, just like any other player in the team, Of course, Yezan or Fadi, they know the players, they know the league. However, we have a team that follow up, watch all the matches, and in the current era, everyone knows everyone. And every match is, all the matches now are televised. So we know everything about all the teams, almost. It is good to have those players who are outstanding. They have their own value in the Malaysian league. The Malaysian league is very good. And tomorrow's match, again, it won't be easy. We have a good, very good opponent. They have, they have a very, they've delivered very good performance. It's a very good team, and we take it as is, and we will play against them with all power. Captain Hussain, thank you very much. My name is Faudi Hassoun, I'm from Jordan. We wish you best of luck, and to win tomorrow's match. Captain Hussain, you have felt that the fans were not happy in the previous time. We didn't want to dwell a lot on this. We know that friendly matches could be a win or a lose. But however, the fans are behind the team, national team. This is actually the Jordanian fans. I don't want to go back on history, but Japan's team, there were burdens. There were a lot of pressure on the players, and the visit of Amir Ali bin Hussain, what impact did it have on the players? And what also the effect of Abdullah Abu Zami'a joining the technical team? What's for sure is that Abdullah Abu Zami'a is a big addition, a very positive addition to the national team. His presence, he just joined a week ago. But we used to meet with him in Amman a lot. He used to come to our office, and we talked about the formation, about the tactical or technical, especially that he supervised as in charge of the Olympic team. So there were a lot of consultation with Abdullah Abu Zami'a, and we always received his advice. So he is now with us. He is a good addition to the team. What took place in Japan's match, I believe, it was individual mistakes. Most of the result is related to the individual mistakes. We have fixed all of the issues. We have analyzed them, and we have put that match behind our back. And now we have fixed our defense. And what remains is to start this tournament with a good result before Malaysia and secure the three points. This is our main focus. Also, the presence of his highness Amir Ali yesterday is also very positive. This is to motivate the players, and also to reduce the pressure on them. Everyone understands the importance of the tournament. We have concluded yesterday's practice or training session, and we look forward to start this tournament with all power so that we could qualify to the next stage. The last question is to all the Akhir. Best of luck to our national team. We have noticed that there are so many changes to the Jordanian team, even the formation 4-3-3, which is maybe not suitable with the Jordanian way of play. And we have seen the result of this formation in the friendly matches, some losses. Losses, would you consider a change, the formation in the tournament? And secondly, are all the players ready for tomorrow's match? Are there any injuries or any player who is not ready or full ready? Unfortunately, in the last two days, some of the players, they are not injured. However, they feel sick, cold, if you wish. Two of the players are not feeling well. However, I think they will join us in the training session today at 5 p.m. Regarding the formation, I will answer in brief that mistakes that were taken in defense has nothing to do with the formation, either 4-3-4 or 4-2-3. It has nothing to do with it. And we have discussed that thoroughly after the match before Japan. And everyone was convinced that they need to focus on their own responsibilities on the pitch. Everyone, it has nothing to do with the formation. And when we change, we change for the best, not for the worst. Therefore, the players today are demanded, are required to adapt with all the plans, suggested plans for the best for the team. Not every player, of course, play on his own way to serve his own interest. I am the first, I am the responsible for the results. So, no one is allowed to argue the way I play, especially the players. Ihsan might confirm this. I am, I am, communicate well with the players. We, with dialogue, but not in a negative way. If anyone have a suggestion of players, they can do that. But they need to be, they need to be convinced that it is, that way of play is for the interest of the whole team. No one should also hide behind his own personal mistake. Everyone needs to work for the benefit of the team, not for their own interest. And things will be good, whether we play it this way or other way, that our participation will be a good one. Thank you, Hussain. Thank you, Ihsan. Thank you, Ihsan.